أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه بمتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة مريم وقد وصلنا فيها إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي وقد بينا أن محور السورة يدور حول الرحمة التي يوصلها الله عز وجل إلى خلص عباده فيذكر من هؤلاء الذين رحمهم ربهم وحقق لهم سؤلهم وأعطاهم ما لم يعطي كثير من العالمين بسبب إخلاصهم وصدقهم وعبوديتهم لربهم جل وعلا إبراهيم أب الأنبياء وإمام الحنفاء قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا والصديق هو من لم يعهد منه كذب قط فهو يقول الصدق ويتحراه في كل أمر من أموره يقول السداد في القول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أي مصيبا لا كذب فيه ولا زيادة ولا نقص إنه كان صديقا نبيا أي قد نبأه الله عز وجل وأوحى إليه وهو من أعظم رسل الله ومن كرامة الله له أن الله لم يبعث نبيا بعد إبراهيم إلا من ذريته ولعل هذا بسبب كمال توحيده وهو أعظم الرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يحقق مرتبة الخلة من أنبياء الله أحد إلا إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام فهما النبيان الكريمان والرسلان العظيمان الذان حققا مرتبة الخلة فهما خليلا الرحمن قال إذ قال لأبيه يا أبتي ذكر الله لنا موقفه من أبيه ودعوته له إذ قال لأبيه فبدع بأبيه لأنه أقرب الناس إليه وأحق الناس ببره وهذا يبين لنا أن أعظم البر أن تدخل أباك الجنة وليس أعظم البر أن تسمينه وأن تطيعه مثلا في قضاء حوائجه هذا من البر الذي يؤجر الإنسان عليه لكن أعظم البر وأبلغه أن تدله على الله وأن توصله إلى رضوان الله عز وجل ولذلك جاء هذا النموذج من البر بعد أن ذكر الله نموذجين يحيى وبرا بوالديه وعيسى وبرا بوالدتي وهذا إبراهيم يبر بأبيه الذي قد كفر فيدعوه إلى الله دعاءا رفيقا حنونا رحيما ويكون مدرسة للدعاء في دعوته هذه انظروا ماذا يقول يا أبتي ما قال يا هذا أو قال يا آزر وإنما يا أبتي بكل تلطف وتحنن لماذا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لماذا تعبد شيئا ليس عنده سن ولا بصر ولو سألته أو طلبت منه شيئا لم يحقق لك مطلوبك إنما يعبد الإنسان من يكون كاملا أو بالأحرى من يكون خيرا منه وأكمل في صفاته فأنت يا أبي تسمع وأنت يا أبي تبصر وهذا الذي تعبده لا يسمع ولا يبصر أنت أكمل منه وخير منه حالا فكيف يعبد الأكمل الأقل الأذل الأصم الذي لا يسمع ولا يعقل ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وهذه دعوة من إبراهيم بالحكمة لأن إبراهيم جاء بدليل عقلي يتفق عليه هو وأبوه لو كان لأبيه حجه لقال لا كذبت يا إبراهيم هذا الصنم يسمع انظر الآن أكلمه فيسمع مني هذا الصنم يبصر انظر إليه إنه يبصرنا ما تكلم أبوه ولا رد عليه شيئا من حجته ولذلك لما قال الله في سورة النحل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة هذه هي الحكمة أن تأتي إلى الإنسان من الطريق الذي تتوقع أنك تدله فيه على الله أقرب الطرق الموصلة وأيسرها في إيصال المفاهيم التي تريد دعوة الناس إليها الطبيب تأتي له بأشياء مناسبة له والرجل في البادية تأتي له بأشياء مناسبة له والصغير الذي لم يبلغ الحلم تكون دعوته مختلفة عن دعوة الكبير الذي قد عرف كثيرا من الأشياء وجرب وحنكته الأيام إذن هذه دعوة بالحكمة ثم قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم فكرر قوله يا أبتي ليكون ذلك سببا في قبول أبيه لدعوته وهذا ما ينبغي على الداعية أن يصاحبه وهي الألفاظ الجميلة اللطيفة التي تقرب الداعية من المدعو فما يقول أنتم ويا هذا وأنت يا ويسكت عن بقية الكلام على سبيل الاحتقار والتنقص لا يا أخي يا حبيبي يا أبا فلان يا والدي يا أمي يكرر هذا الكلام في كل جملة يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا تأدب إبراهيم مع أبيه فلم يصفه بالجهل وكانت العبارة يا أبتي أنت جاهل ولا تفهم فاخذ العلم مني أنا أعطيك العلم ترك هذا الكلام وقال الكلام الآخر لماذا لأجل ألا ينفر أبوه منه فقال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا جاءني علم عند الله عز وجل وأنت الآن تقلد الآباء والأجداد من غير بينة ولا حجة وأنا عندي حجة وعندي برهان وعندي وحي من الرحمن فاتبعني ثم إني أنا ابنك لا يمكن أن أقودك إلى شيء فيه مضرة لك لا يمكن أن أضلك وقد هداني ربي فاتبعني أهدك صراطا سويا أدلك على الطريق السويا الذي لا عوج فيه ولا انحراف يتفق مع العقل ومع الفطرة ومع الواقع ومع الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية يا أبتي مرة ثالثة لا تعبد الشيطان يعني أنت إذا عصيتني فإنما تسمع للشيطان الذي يخوفك مني ويخوفك من سلوك طريق الحق وسلوكك للطريق الذي يدلك الشيطان عليه عبادة منك له فإياك أن تسمعه وأن تطيعه لا تعبد الشيطان دع عبادة الشيطان فإن الشيطان مقبوح مرذول في الأمم كلها إن الشيطان كان لمن للرحمن عصية قد بيّنت لكم أن هذه السورة قد تكرر فيها اسم الرحمن قرابة ستة عشرة أو ستة عشرة مرة ليبين لنا إن مدار هذه السورة العظيمة على الرحمن إن الشيطان كان للرحمن عصية قال الشيطان لا يمكن أن يدلك إلا على معصية الله كما قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو يا أبتي هذه الرابعة إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن لاحظوا بعد ما ذكر الأدلة العقلية وبيّن أن عنده علم وحذّره من سلوك سبيل الشيطان بيّن له أنه خائف عليه مشفق يخاف عليه من النار ولم يقل تصبك الإصابة تكون شديدة وقوية قال يمسك يعني مجرد أنا ما أريد أن يصل إليك أدنى مسيس من النار إني أخاف أن يمسك مجرد مسيس ما هو أن تقحم في النار ولا أن تدخل فيها ولا أن تحرق ولا أن تقذف أمس أن يمسك أخاف من ذلك إذن فخوفي مما هو أعظم من ذلك أشد وأشد قال عذاب من الرحمن يذكره بالله وبرحمته وأنه رحيم إذا تبت إليه تاب عليك وإذا أقبلت عليه أقبل عليك من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كما في الحديث القدسي فتكون للشيطان وليا يعني فتكون للشيطان قليلا ماذا كان رد الأب وهذا يدلنا على أن الأب كان جاهلا جافيا لم يكن عنده من الرحمة شيء جبارا عصيا ماذا قال قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم إبراهيم أربع مرات يقول يا أبتي والأب ما يتلفظ بقوله يا ابني لأنه قد قطع الصلة مع إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ما قال يا بني من جفائه وغلظته وكونه لا يقابل الحسنة بالحسنة وإنما يقابل الحسنة بالسيئة أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لاحظوا من دون حج ولا برهان ما في دليل ولا برهان أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرج منك لإن لم تنتهي لأرج منك وهجرني منيا يقول مهددا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لإن لم تنتهي عن دعوتك لي وعن كلامك معي لأرج منك قال بعض علماء إن قوله لأرج منك أي بالكلام الغليظ والقول الفاحش وقال بعضهم بل هي شاملة للكلام الغليظ والقول الفاحش وللرجم بالحجارة وهذا يدل على أن الأب كان صليب الرأس جافيا غليظا عنيدا شقيا جبارا عصيا وإلا كان المفترضا يقول خلاص لك دينك ولي ديني لا لأرج منك لأبادئنك بالرجم بالحجارة وبالقول ثم أصدر خراره أهجرني مليا أهجرني هجرا طويلا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية بعد هذه الكلمات الجافية من أبيه يقول إبراهيم سلام عليك أما أنا فليس عندي لك إلا السلام فأنت سالم مني وأنا لا أبحث لك إلا عن السلام ثم يعيده وعدا وذلك قبل أن يتبين له أنه عدو لله فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه ولم يستغفر له وعمرنا الله عز وجل أن لا نقتدي بإبراهيم في استغفاره لأبيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية يحتفي بي ويعتني بي ويجيب دعائي ألاحظ كلمة حفية وما قاله زكريا قال ولم أكن بدعائك ربي شقية قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله لما قال أهجرني مليا قال إبراهيم أعتزلكم وما تدعون من دون الله أي وأصنامكم التي تعبدونها من دون الله وأدعو ربي موحداً إياه طالباً منه النصر والعون والتمكين وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية قال الله عز وجل أعالدوا أعالد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من عمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب إسحاق هذا من سره ويعقوب من إسحاق وسمي يعقوباً لأن له سيكون له عقب فكل بني إسرائيل من عقب يعقوب وإنما يذكر يعقوب إذا أريد به التذكير بنعمة العقب وأنه سيكون له ولد ولذلك قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقال ويعقوب نافلة أي زيادة على إسحاق وولد ليعقوب إثنى عشر ولداً هم آباء أسباط بني إسرائيل فمنهم تولد بني إسرائيل وانتشروا في الأرض كلهم من ولدي يعقوب عليه الصلاة والسلام وسيأتي في هذه السورة وصف يعقوب بأنه إسرائيل أولئك الذين أنعم الله عليه من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوع ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل فإذا ذكرت ذريته نسبت إليه بإسم إسرائيل يعني ومن ذرية إسرائيل أي أبيهم الذي اسمه عبد الله لأن إسرائيل عند المفسرين بمعنى عبد الله قال الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبيا هذا من فضل الله على إبراهيم أنه رزقه بذرية كانت هذه الرية طيبة قد بلغت أعلى درجات الطيب وهي النبوة قال ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وهب الله لهم من رحمته ماذا وهب؟ وهب لهم النبوة ولاحظوا الآن الرحمة تدور معنا في هذه السورة ويقول الله ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا أي جعل الله لهم ذكراً حسناً في العالمين فكل من جاء بعدهم يذكرهم بخير ويثني عليهم بل إن كل الأمم لتنتمي إليهم الآن ما من أمة إلا هو يتنتمي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتقول إبراهيم منا قالت اليهود إبراهيم يهودي قالت النصارى إبراهيم نصراني قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً أي على التوحيد الخالص الذي لا شرك فيه وأنتم قد أشركتم فكيف يكون منكم؟ قال الله عز وجل واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً أذكر يا محمد للناس موسى عليه الصلاة والسلام ماذا أعطاه الله بأي شيء فضله وبماذا كرمه ورحمه إنه كان مخلصاً قد أخلصه الله عز وجل واصطفاه وكان رسولاً نبياً وفي قراءة مخلصاً والإخلاص سبب للإخلاص فالله لا يصطفيك حتى تخلص كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قال معاذ الله إنه ربي إنه أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرعى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وفي قراءة إنه من عبادنا المخلصين والجمع بينهما أن يوسف أخلص دينه لله فأخلص الله واصطفاه قال الله جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن أي عندما نبأناه ناداه الله عز وجل من جانب الطور الأيمن وهو الجانب الأيمن للطور لأن الطور جبل له جانبان جانب أيسر وجانب الأيمن ولاحظوا هنا قال وناديناه من جانب الطور الأيمن سيمر علينا مثلها أيضا في سورة طاه ولما جاء إلى ذكر هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام في ذلك الجانب عندما أوحي إلى موسى ولكن الله نبأه ما قال الله وما كنت بجانب الطور الأيمن إذ أوحينا إلى موسى لأنه لو قال ذلك لتوهما متوهما أن نبي صلى الله عليه وسلم ليس في الأيمن ولكنه في الأيسر أو الأشأ فلما كان اللفظ موهما ومسببا لإشكال ترك اليمين والشمال وعبر بالجهات الأصلية قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ما هو الغربي؟ هو جانب الطور الأيمن بدل أن يقول وما كنت بجانب الأيمن إذ قضينا إلى موسى الأمر إذن إذا لم يكن محمد بجانب الأيمن سيقول العرب هذا رجل مشؤوم كان بجانب الأشأم فلما كان هذا اللفظ يعني مسببا لإشكال احترس منه القرآن وعبر بطريقة أخرى قال وما كنت بجانب الغربي أي الجانب الأيمن للطور إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وهذا من أعاجيب تعبيرات القرآن واختياراته اللفظية قال الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا أي قربناه وناجيناه ووهبنا له من رحمتنا أي رحمة منا به بكي نشد به أزره ونقويه به أخاه هارون نبيا ستلاحظون يا إخواني أنه أجمل قصة موسى في هذه الآيات الثلاث ليفصلها في سورة طاها في آيات كثيرة جدا بل أكثر سورة طاها في قصة موسى وهذه من عادة القرآن يجمل ثم يفصل يجمل ثم يفصل قال ووهبنا له من رحمتنا أي رحمة منا به وإجابة لدعائه قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري إلى آخر الآيات أخاه هارون نبيا قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إدريس أي واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا لاحظوا ذكر إسحاق ويعقوب ولما ذكرهما ناسب أن يذكر موسى وهارون لأنهما من ذرية يعقوب وإسحاق الذان هما من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما انتهى منهم من ذكر بني إسرائيل وأنبيائهم انتقل إلى ذكر إسماعيل فإنه لم يكن من بني إسرائيل وإنما كان عما لإسرائيل عما ليعقوب وهو أخ لإسحاق قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد صادق الوعد يعني إذا وعد وعدا صدق فيه سواء كان هذا الوعد بالزمان سأتيك في الوقت الفلاني أو وعد إنسانا عدة سأعطيك كذا وكذا لا يمكن أن يخلف أو يخيس بوعده إنه كان صادق الوعد وهذه صفة تخلفت عن كثير من المسلمين اليوم فتجد الإنسان يوعدك سأتيك مثلا الساعة الفلانية ولا يتيك بعد إلا بساعتين أين كنت؟ الحمد لله ساعتين ما يضر سبحان الله أين صادق الوعد وأصبحت المواعيد عندنا أتفى شيء في حياتنا لأن الزمن ما له قيمة لأننا أمها الآن أصبحنا صرنا بغير منجزات وصار الوقت عندنا لا قيمة له ولذلك تجد الناس يعني يخلفون المواعيد وتعيد الإنسان موعد تحتاج إلى أن تذكره به عشر مرات من أجل أن لا يخلفه ومع ذلك لا يأتيك إلا متأخرا وأما كون الإنسان يعيد الناس عدة ثم يخلفها فهذا كثير ومع الأب لأبنائه والزوج لزوجته أو الأم لأولادها كثير جدا سأعطيكم كذا سأفعل لكم كذا ثم لا يفعل شيئا من ذلك وهذا كله مخالف لمنهج الأنبياء ولصفات المتقين صادق الوعد وكان رسولا نبيا جمع الله له بين الرسالة والنبوة أما النبوة فهو أن يوحي الله إليه ويصطفيه وأما الرسالة فهو أن يكلفه الله عز وجل بتبليغ هذا الدين هذا على قول جمهير العلماء قال آخرون النبي من أمر بتبليغ شرع غيره والرسول من أمر بتبليغ شرع جديد قال الله عز وجل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية أي من صفات إسماعيل أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة إذن الأمر بالصلاة ليس خاصا بهذه الأمة بل هو موجود في الأمم السابقة وعند الأنبياء المتقدمين بل هي مما أجمعت عليها الشرائع ماذا قال عيسى قال إيش إني عبد الله آتاني الكتاب وجعل النبي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قال عن زكريا فخرج على قومه من المحراب وهنا يقول عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة قال عن إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وهنا إسماعيل لا يذكر الله عنه أنه كان يصلي فقط بل كان يتعاهد أهله بأن يأمرهم بالصلاة والزكاة ألاحظوا سبحان الله على طريقة القرآن في المثاني يؤتى بالشيء ثم يؤكد في السورة التي تليه قال الله في سورة طاها لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال وكان عند ربه مرضية قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا صديق هو الذي لم يعهد منه كذب قط ولم تؤثر عليه كلمة مخالفة للواقع صادق مع الله ومع الناس صادق صدقا قلبيا وصدقا لسانيا لأن الصدق من شأه القلب ولذلك جعل الله عز وجل المنافقين كاذبين وقد تكلموا بالحق أين ذلك إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون المنافقين يقولون إنك لرسول الله هذه الكلمة كاذبة ولا صادقة هي صادقة لكن لم يكن الصدق قلبيا جعلهم كاذبين مع أنهم تلفظوا بالحق مما يؤكد أن الصدق من شأه القلب وأن صدق القلب أعظم من صدق اللسان قال الله عز وجل صديقا نبيا ورفعناه مكانا علي قيل إن إدريس رفع كما رفع عيسى ولكن هذا لا يظهر الله علىه وإنه المقصود أن الله رفعه في الدنيا بالنبوة ورفعه في الجنة فجعله في مكان علي حيث جعل في السماء الرابعة أو رفع مكان علي في الجنة ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر هؤلاء الأنبياء العشرة دعوا لنا عدهم زكريا ويحيا وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإدريس وموسى وهارون هؤلاء عشرة قال أولئك فالضمير عائد إليهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم أنعم الله عليهم بماذا أنعم الله عليهم بنعمة العبودية وبنعمة النبوة من ذرية آدم قال العلماء دخل في هذه من ذرية آدم دخل فيها إدريس هكذا قالوا والعلم في ذلك عند الله عز وجل قالوا ومن من حملنا مع نوح قالوا دخل فيه إبراهيم لأنه هو أبو الأنبياء من بعد نوح عليه الصلاة والسلام الأب الثاني الأب الثاني للبشرية ثم جاء ثم جاء إبراهيم فلم يبعث نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته فهو آب للأنبياء وإمام للحنفاء قالوا ومن من حملنا مع نوح قالوا هو إبراهيم قالوا ومن ذرية إبراهيم يدخل فيه إسماعيل وإسحاق وإسرائيل ويدخل فيه موسى وهارون وزكريا ويحيا وعيسى ومن من هدينا واجتبينا عما بعد أن خص إذا تتلى عليهم آيات الرحمن ما قال آيات الله مما يؤكد أن هذا الإسم مقصود في هذه السورة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أي هذه صفتهم فالصفة العظمى التي اجتمعوا عليها أنهم كانوا ذوي رقة في قلوبهم إذا تليت عليهم آيات الله عز وجل خروا ساجدين لله باكين من خشيتهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بهذه الخشية وأن يجعلنا من أهل هذه الرحمة قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أي جاء من بعدهم من هؤلاء الأنبياء والصالحين والمجتبين والمصطفين خلف أي قرون تخالفهم في الصفة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أي حصل لهم أنهم أضاعوا الصلاة فلم يؤدوها بالكلية أو أخروها عن مواعيدها ومواقيتها التي وقتها الله عز وجل واتبعوا الشهوات لاحظوا جعلوا الشهوات متبوعة بمعنى أنهم يتبعونها فهي التي تملي عليهم مسيرة حياتهم متى برزت لهم شهوة؟ اتبعوها وجاءوا بالوحي والنصوص وسوقوها لتكون مطية لهم إلى شهواتهم وأما كون الشهوات تكون متاحة للإنسان ويستمتع بها لكن دون أن تخالف أمر الله فهذا ليس منهيا عنه نحن نشتهي الطعام ونأكل نشتهي الشراب من ماء وعصير وشاي وقهوة فنشرب ونشتهي النساء أو نشتهي الزوج زوجته والزوجة زوجها لا شيء في ذلك متى يكون ذلك محظورا؟ عندما نجعل هذه الشهوات متبوعة ونذلل لأجلها النصوص ونطأ الهدى ولا نتبع أمر الله عز وجل تبعوا الشهوات قال فسوف يلقون غي والمقصود بالغي إما أن يكون الخسار والهلاك أو يكون واد في جهنم وعذاب في النار الآخرة قال الله عز وجل فسوف يلقون غي إلا من تاب استثنى على عادة القرآن في كونه يزاوج بين الترغيب والترهيب وذكر الصالحين والطالحين والسعداء والأشقياء قال إلا من تاب أي عاد إلى الله عز وجل ورجع فالتوبة تقتضي التوقف عن المعصية والعودة إلى الله جل وعلا وعدم الاسترار في اتباع الشهوات قال وآمن وعمل صالحا إلا من تاب وآمن إيمانا صادقا جازما لا تردد فيه ولا ريب وقارن ذلك الإيمان بالعمل الصالح فإن الإيمان إذا لم يكن مقرونا بالعمل الصالح لم يكن له فائدة ولا منفعه ماذا ينفع في إبليس أنه يعلم الجنة والنار ويعلم عن الله عز وجل وأنه ربه الذي خلقه وأنه يدعى ويقسم بالله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ويسأل الله سبحانه وتعالى ويدعوه ما ينفعه ذلك ما لم يكن مقرونا بالعمل الصالح والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا اجتمع فيه عمران أن يكون خالص وعلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأولئك أي المذكورون وعبر عنهم بأولئك إشارة إلى علو مقامهم يدخلون الجنة وعدا من عند الله كريما ولا يظلمون شيئا أي لا ينقصون من عملهم الصالح شيئا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر تلك الدمعة التي مثل رأس الإبرة تخرج من مآقيهم تكتب لهم في سجل حسناتهم لا يظلمون منها شيئا قال الله عز وجل ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا يدخلون الجنة الجنة منصوب مفعول به منصوب ثم قال جنات عدن بدل منها ولذلك جاءت جناتي لماذا كسرت لأنها جمع مؤنث سالم وجمع المؤنث السالم ينصب وعلامة نصبه الكسرة قال يدخلون الجنة ولا يظلمون فيها شيئا ولا يظلمون شيئا جنات عدن جنات عدن هذه بدل من قوله يدخلون الجنة جنات عدن أي جنات إقامة وخلود وليست جنات رحلة وكما هي جنات الدنيا التي إذا دخل الإنسان علم أنه سيرحل عنها إن عاجلا أو آجلا قال الله عز وجل جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا وعدهم بالغيب فهم لم يرواها ولم يطلعوا عليها ولكنهم آمنوا بها لأن الذي وعدهم بها هو الله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا وهذا هو حال المؤمن كل أركان الإيمان غيبا وهو مؤمن بهذا الغيب لأنه من عند الله وهذه هي حقيقة الإيمان أن تسلم بذلك الغيب الذي من عند الله قال إنه كان وعده مأتيا فالله لا يخلف المعاد ثم قال لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما أي لا يسمعون فيها شيئا من اللغو والحديث الذي لا تطيب المجالس به والكلام التافة والسفيه والفاحش والألفاظ البذيئة إلا سلاما إلا تسليما فهم يسمعون السلام من إخوانهم المؤمنين والملائكة كلما مروا بهم سلموا عليهم وربهم سبحانه وتعالى يسلم عليهم لهم فيها سلام قال لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية يرزقهم الله عز وجل بكرة وعشية هذا تقريب وإلا فالعلماء يقولون إنه لا بكرة ولا عشية يعني ليس في الجنة في ليل أو نهار وإنما ليبين أن الطعام يأتيهم في كل وقت في أول الوقت وفي آخره قال الله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا نورث أي نعطي ولعلكم تلاحظون يا إخواني في هذه السورة أن الإرث والوراثة جاءت بشكل كبير هب لي من لدنك وليا يريثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا وقال فاعبده قولا للحق الذي فيه امترون ما كان الله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم فاختلف الأحزاب بينهم فويلوا الذين ظلوا من عذاب يوم العليم فويلوا الذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة لا يؤمنون إنا نحن نريث الأرض ومن عليها طيب قال الله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيبا نجعلها لأولئك الذين اتقوا الله عز وجل وقد قال الله عز وجل في سورة المؤمنون أولئك هم الوارثون الذين يريثون الفردوس قيل إن وراثتهم إياها أن يملكهم الله عز وجل إياها بعد أن لم تكن ملكا لهم وقيل لأن الله قد كتب لكل إنسان مقعده من الجنة ومقعده من النار فأما الكفار إذا تخلفوا عن مقاعدهم في الجنة ورثها المؤمنون منه كما أن الكفار يريثون مقاعد المؤمنين في النار فيكونون من أهلها نسأل الله العافية قال الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمن ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا هذه الآية نزلت جوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لجبريل يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا يعني نريدك تزورنا أكثر لأن جبريل يرغب في لقاء جبريل ويحب أن يجلس معه ويدارسه القرآن وأن يسأله وأن يستقصي منه ويتعلم منه عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل أن هذا الأمر ليس بيد جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك فنحن مطيعون لله عابدون له وما كان ربك نسيا إن ربك لا ينسى شيئا من أمر عباده فلا تظن أن الله عز وجل يهملك يا محمد أو لا ينزل عليك ما تحتاجه في أمر دينك ودنياك ثم قال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمية هذه لا يقول شيخ الإسلام إنها جمعت أنواع التوحيد الثلاثة أما الأول فهو توحيد الربوبية رب السماوات والأرض وما بينهما وأما الثاني فهو توحيد اللوهية فاعبده واستبر لعبادته وأما الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات هل تعلم له سمية أي شبيها في أسمائه وصفاته جل جلاله لا سمية ولا ندة ولا كفأ ولا نظير ولم يكن له كفوا أحد أي هو رب السماوات والأرض المستحق لأن يفرد بالعبادة فاعبده يا محمد واستبر لعبادته ليس اصبر وإنما اصطبر لأن عبادة الله تحتاج إلى اصطبار تحتاج إلى صبر شديد والاستبار أعلى من الصبر ولذلك قال في سورة طاها وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرمه أن يفقهني وإياكم في كتابه وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته صلى الله وسلم وبارك عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر